لم تطل أزمة الطاقة في جنوب إفريقيا منطقة أورانيا التي يسكنها البيض بالكامل منذ إنشائها في نهاية مرحلة الفصل العنصري التعتمد على الطاقة الشمسية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وعلى مساحة هكتار في أحد مسارات البلدة تمتد الألواح الكهروضوئية هنا تشرق الشمس على مدار السنة وأحيانا لأكثر من 12 ساعة في اليوم يهدف توليد الكهرباء لأورانيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي فنحن نرغب في أن نملك مواردنا الخاصة من أجل توليد الطاقة لهذه البلدة ولتحقيق الفائدة الاقتصادية لها وكذلك لتحقيق الفائدة لكتاعها الزراعي وتقع أورانيا في صحراء كارو في وسط البلاد على بعد أكثر من 600 كم جنوب غربي جوهانسبرغ ويهدف سكانها الذي يبلغ عددهم 2500 نسمة إلى تحقيق الاستقلالية الذاتية الكاملة في غضون ثلاث سنوات فيما تغرق البلاد منذ ما يقرب من 15 عاما في أزمة طاقة حادة بين محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم والإضرابات والفساد في شركة إيسكم العامة التي تنتج 90% من الكهرباء في جنوب إفريقيا ترجمة نانسي قنقر